17 محطة برية من المنتظر أن تستلمها مؤسسة سوغرال خلال سنة 2019 من أجل تعزيز حضيرة المحطات البرية بالجزائر وكذلك تحسين خدمة المسافرين حسب ما كشف عنه مدير عام مؤسسة تسيير المحطات البرية للشرق نيوز أولاً بالنسبة لسوغرال هي تنتظر واستلام محطات برية جديدة وعددها كثير هذه سيحزز أولاً حضيرة سوغرال في حوالي 17 محطة وفي انتظار استلام هذه المحطة البرية التي هي قيد الإنجاز تتوقع سوغرال أن يصل عدد المسافرين 85 مليون مسافر سنة 2019 نحن في 2017 عدد المسافرين لمروعة بالسوغرال كان عددهم 71 مليون مسافر نحن نتوقع وننتظر بإضافة هذه المحطات أربما نصلحت 85 مليون مسافر في سنة قطاع النقل البري في الجزائر ورغم كامل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تطويره إلا أنه يبقى متأخراً في ظل عدم استغلال التكنولوجيا في تطوير خدماته ترجمة نانسي قنقر